بداية الفيديو أحب أقول إذا أنت شنت من مشجعين برشلونة وتكرها ريال مدريد وبالأخص الأسطورة كريستيانو رونالدو فهذا الفيديو أكيد ما راح يعجبك أما إذا أنت شنت أصلا محب للطيران ومحب للقناة ومعلمات طيران بشكل عام وتحب ريال مدريد بنفس الوقت فأكيد هذا الفيديو راح يعجبك لكل الأحوال من بداية الفيديو خلينا لايك على هذا الفيديو وسوي اشتراك بالقناة إذا لم تشنت مشترك وخلونا نبلش مطار مديريا كريستيانو رونالدو السلام عليكم وهنا وسهلا بكم في فيديو الجديد خلونا نشرح على اسم المطار اللي يشوه باسم رونالدو وهذه المعلومات كلها خلونا بالبداية نعرف هذا المطار صاير بأي مدينة بالبرتغال أكو مدينة صغيرة بالبرتغال اسمها أرخبيل مديريا يهاي المدينة نفسها اللي نولد بيها اللاعب الأسطورة كريستيانو رونالدو بيها مطار جدا صغير ويعتبر بالله جدا صغير ومو فشي جديد بالطيران هواي أكو مطارات صغيرة وحاشين عليها السابقة لكن هذا المطار يعتبر أخطر مطار في أوروبا السبب أنه المدرج ماته صغير وهو مطار صغير بس المدرج ماته على مكان جدا خطر بحيث حتى السفرات اللي تجي وتنزل بهذا المطار دائما ينزلون الطيارين المحترفين اللاعتهم خبرة قوية يلا يقدرون ينزلون بهذا المطار سبب هذا المطار المدرج ماته يكون من هاي الجهة تلال صخرية ومنانة المحيط لجوه وهو بالنص بدرجة جدا صغيرة لهذا السبب يعتبر الهبوط والإقلاع بخطر جدا لكن في نفس الوقت هذا المطار يحتوى على مناظر خلابة يعني من الطير أو من تهبط رح أشوف مناظر عمرك ما رح أشوفها مكان ثاني بسبب جمال مدينة مديريا من يفوق بالإضافة أنه المحيط من النانة والجبال والتلال الصخرية والطبيعة فكل هاي تولد لك مكان كلش حلو وانت طاير من فوق حتى في سنة 2013 أولا وشوية من مدرج بح يسووا أعمدة وهي الأعمدة كانت كلش عالية على شكل مدرج حتى يدمجون ويهذا المدرج ومددوه تقريبا ومن ثمية وخمسة وخمسين قدم يعني ما فالشي بفد ثلاثمائة متر زيادة وهي الزيادة كانت نتيجة أنه بنوا مدرجات أو أعمدة فوق المحيط حتى يزايدون المدرج لهذا المطار نجي هنا للتسمية ليش سموه مطار ماديريا كريستيانو رونالدو؟ في 2017 تقرر تغيير الاسم لهذا المطار وسمته يمنا باللاعب الأسطورة اللي نولد بهاي المدينة فسموه مطار ماديريا كريستيانو رونالدو وهي كل المعلومات على مطار مدينة ماديريا أتمنى أن عجبتوا بهذا الفيديو أتمنى استفاديتوا من يمن وإن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي أو بالفلوغ الجاي وبالمناسبة كماعة برشلونة اللي زعلول من يمنى هي مجرد معلومات طيران شتشاقة بالبداية ثيمو الله